تغيير صورة قناتي على اليوتيوب تابع معي السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور فيديو النهاردة كده عن ازاي اغير صورة قناتي على اليوتيوب بطريقة سهلة هنروح كده مع بعض على اليوتيوب برفتح اليوتيوب مع بعض وبندغط على صورة القناة او ايكونة القناة او صورة الحساب لو انا لسه ما عملتش صورة لقناتي على اليوتيوب بضغط عليها كده وهي هطلع علينا زي ما شايفين كده قايمة فيها كلمة قناتك بضغط على كلمة قناتك طبعا دي الصفحة الرئيسية ودي صورة القناة انا عايز اغير الصورة دي فببدأ اضغط على علامة الالم دي كده وبضغط على الدايرة دي هاختارها وهنا عندك التقاط صورة لو انت عايز تعمل التقاط لصورة طبعا هجي لك على الكاميرا الامامية تضغط عليها وبتعمل التقاط صورة لو انت عايز تختار من معرض الصور او من الستوديو عندك فبتضغط على الاختيار من صورك هنضغط عليها كده وبيزهر لك كل صورة الموجودة عندك على المعرض او في الستوديو بننزل كده بنختار الصورة بتاعتنا ولو مش موجود كل الصور عندك على الموبايل بتبدأ تضغط على كلمة صور. بضغط عليها كده. هنلاقي كل الصور بقى طبعا عندك آآ هنضغط على صورة منهم بنختارها. ولو الصورة مش مزبطة معاك او الحجم مش مزبط معاك بتبدأ ان انت تحركها بس كده بالضغط على الشاشة بترفعها لاعلى او لاسفل. وبتبدأ تضغط على كلمة حفظ. هنخرج كده ونحدث كده تم تحديد صورة الملف الشخصي بنجاح. زي ما شايفين غيرنا صورة الملف الشخصي غيرنا صورة القناة بطريقة سهلة وبسيطة. اي سؤال اوصف صار اكتبولي في التعليقات. طبعا احنا الفترة دي بنتكلم على سلسلة الربح من اليوتيوب وبدأناها بانشاء قناة من الهاتف وعندك على القناة قائمة تشغيل بنبدأ فيها من انشاء قناة لازبات ملكية قناتك للتحقق بخطوطين بنبدأ نأمن الحساب وبنبدأ نأمن قناتك على اليوتيوب وبنبدأ نقول لك تعمل ايه بالزبط بالخطوات للربح من القناة دي. ويا ريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كانا معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.